التوحش المربرية الصهيونية مستمرة ما زال قتل المدنيين بالمئات قتل وجرح بالمئات يومية ما زال تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس وأي شيء أي شيء يمكن تدميره تقوم الآلة الصهيونية الإجرامية بتدميره يقتلون الأطفال يقتلون النساء يهاجمون المستشفيات سيطروا اليوم على مستشفى الأمل الذي حصروه لأيام طويلة وجوعوا من كان فيه وعندما يقولوا سيطروا وكأنهم سيطروا على ثكنة أو على مركز قتالي وليس على مستشفى مدني يحاول قدر الإمكان بالرغم من أنه لا يجد إلا القليل من المواد يحاول قدر الإمكان أن يخدم بعض الذين تجرحهم أو تعذبهم الآلة الصهيونية يستمر هذا في وقت في احتجاجات على المستوى العالمي احتجاجات حقيقة أن أكثر الاحتجاجات هي أصبحت في بلدين من بلدان العرب المسلمين أساساً اليمن والمغرب تحية لإخواننا المغاربة الذين يخرجون في كل أسبوع في عشرات من المدن ولم يتوقفوا أبداً عن الوقوف مع إخوانهم في غزة ولم يتوقفوا أبداً على الاعتراض على التطبيع مع الصهاينة وتحية إجلال لإخواننا في اليمن الذين يخرجون بعشرات الألاف وأحياناً بمئات الألاف سواء في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة أو في غيرها وهم مع إخوانهم وهناك مظاهرات أخرى في بلدان أخرى ولكن على ضعف ربما هناك مظاهرات طبعاً من الجانب الأسياوي في أندونيسيا وماليزيا وتركيا وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان ولكن للأسف أغلبية الأنظمة الإجرامية التي تحكمنا تمنع المظاهرات ففي الجزائر ما زال الخروج من أجل فلسطين يعتبر جريمة وإذا لم يسمح لك به المخابرات الإرهابية فأنت قد تسجن البعض خوفوا البعض هددوا البعض قيل لهم من أنكم ستقضون سنوات في السجن إذا حملتم عالم فلسطيني ولو كنت لوحدك أحد الذين خدموا هذه العصابات أكثر من ثلاثين عام من جماعة رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية وجد نفسه ممنوع من الخروج من البلاد لأنه أراد أن يخرج في مظاهرة قالهم يخرج هو وزوجته فأرسلوا له وقالوا إذن أنت ممنوع من الخروج من البلاد وإذا تحركت مرة أخرى فقد تجد نفسك في السجن ما تلعبش معنا استخدمناكم صحيح درناكم كلينيك صحيح عبثنا بكم صحيح جبنا بكم وقت صحيح لكن في النهاية القرار لنا وبتخويفهم إياه أخافوا كل الذين يعرفون هذا الشخص وكانوا يعتقدون أنه لا يمس وأنه التقى تبون ثلاثة أو أربع مرات فإذا به آخر ضابط في المخابرة يقول له رو خلي تبوني خرجك لكن الكارثة هي هذه يمنعون خروج الجزائريين من أجل غزة مرة واحدة في البداية لما كانوا تحت القلق الشديد في 19 أكتوبر أخرجوا البعض تحت الأفلان والأرن دي وما شابها ومع ذلك في الوقت اللي يمنعوا فيه الخروج من أجل غزة يقدروا يخرجوا بعض الغوغاء هنا وهناك عندما يحتاجونهم والسؤال المطروح لأن واحد قال لي قال لي ذكرت وقلت باللي العصابة خرجت غوغاء فظاهروا ضد الفريق المغربي ولكن لم تتكلم على الفريق المغاربة أرضا خرجوا غوغاهم ضد الجزائر من قبل أولا هذا ليس صحيح لأنني تكلمت وأدنت ذلك وأنا أدين أي غوغاء تخرجها مخابرات أي جهة من أجل إضرار بعلاقات الشعبين والبلدين فنحن وإخوة ولكن هناك فرق يجب أن ننظر إليه بكل موضوعية وبكل إنصاف وهو أن مخابرات المغرب قد تحتجوا تقول لك أنا أراهم يخرجوا بعشرات الألاف وبمئات الألاف كل أسبوع من أجل غزة وضد التطبيع اللي هو سياسة الحكومة المغربية حكومة المغربية مع التطبيع ومع علاقات مع الصهاين يقول لك رمي يخرجوا ضدها فأنا لم أمنحهم وأيضا إذا خرجوا ضد الفريق الجزائري فأنا لم أطلبونهم ولم أمنحهم نحن نعرف أن المخابرات المغربية تستطيع أن تطلب أو تمنع لكن على الأقل على الأقل في قضية غزة نعم شعب المغربي يخرج دون رقبة من النظام المغربي ومن الحكومة ومن المخابرات وهم نظروا في الأمر أنهم إذا ما منعوا الشعب المغربي فإن هذا سيخلق لهم كثير من التوترات وقد يدي إلى كثير من التشدد ففضلوا أن يدفعوا ثمن المظاهرات والإزعاج انتاحة والقلق انتاحة ويظهر أيضا للعالم الخارجي من أنهم يسمحون بالمظاهرات بينما أنت العصابة تقول لك أنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة وبعدين تمنع لك خروج زوج أشخاص أو شخص واحد هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ وعندما تتحدث مع فلسطين ظالمة ومظلومة معناها تتحدث مع سلطة عباس ميليشيات عباس تعرفون ما تقدم عليه ميليشيات عباس كل يوم لكن دعونا نعطيكم أحد الأخبار الأخيرة تعمل ليشيات عباس قالت كتيبة جيني التابعة لسرايا القدس أن مجموعة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت عناصر من الكتيبة وصادرت أسلحتهم وطالبت كتيبة جينين في بيان الأجهزة الأمنية بالإفراج عن مجاهديها والتراجع عن الاعتقالات غير الوطنية من هي هذه الأجهزة الأمنية تابعة لميليشيات عباس التي تسمى السلطة الفلسطينية والتي تذهب لها أموالها ويستقبل تبون عباس على أساس أنه زعيم فلسطيني والحقيقة أنه قائد ميليشياوي أو شبه قائد حتى لأنه عنده كثير من المنافسين له اللي رحب نيدوا المكان نتاعه بما فيهم حسين الشيخ حسين الشيخ اللي قالت الصحافة الإسرائيلية من أنه التقى كبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل للنظر كيف يتم خنق الضفة الغربية لأن حسين الشيخ هو المنسق العام لهذه الأجهزة الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر هاي أموال نوين تروح وهو لما يقول لك مع فلسطين ظالمة ومظلومة هو ش يقصد؟ إنه يقصد الميليشيات بعبارة قديمة عندنا ليسموا الحركة تخيلوا لو أن بلداً مثلاً مثل العراق أو مصر أو حتى باكستان أو كان يقدم أموال للحركة الجزائري ليقدموا مع فرنسا ويقول راح مع الجزائر ومع الشعب الجزائري تخيلوا ذلك هذا ما تقدم عليه عصابات الحكم كل كلام الآخر هو عبارة عن بروباقاندا تخرج في قنوات العار وش النار انتاحهم وفي مواقع المرتزقة لأن الحقاق هي هذه وهذه الأيام جايبين قال لك من أن الجزائر أزعجت الولايات المتحدة في مجلس الأمن وفي قضية أنها تريد وقف يطلق النار في غزة ومن يش عارف إلى آخره لو كان جات الجزائر هذه عندها حق الفيتو ما تزعج هاش ما تزعج أمريكا لأن الصين وروسيا ما قدروش يفوتوا أي قرار يؤدي لوقف يطلق النار والصين وروسيا عندهم حق الفيتو لكن انتالي ما عندك حق الفيتو وجايبينك سنتين ديكور ضمن المجموعة ذلك اللي يجيبوا بها الديكور تجي تحكي في جرائد الهف وقنوات بيع الأكاذيب ومواقع ذبابية تقول أن الجزائر تزعج أمريكا وش تزعج أمريكا في واش في ماذا تزعج أمريكا قدمت قرار إلى مجلس الأمن أم بحث قرر أقدم على روحك إذا كانت روسيا لم تستطع أن تمر القرار والصين غضبت لأن القرار مرتين لم يمر والولايات المتحدة قاعدت دير فيتو لكل من يقول وقف يطلق النار يعني راح انتهى في العصابة وبجمعها ذاكي بنجمعها هو اللي راح يمرر مهزلة لكن هذا هو الاستغفال والاستهبال لقدموه لبعض أصحاب العقول البسيطة ولا يقول البسطاء فأكثر البسطاء فهمين ما يجري وعارفين أن البلاد تديرها عصابات إجرامية إرهابية أفشلت البلاد فشلا عظيما وأضعفت الناس وأهلكت الناس وأفقارت الناس وسجنت الناس وانظر إلى جامعاتنا وطرقنا ومستشفياتنا كلما نظرت إلى المستشفيات الفلسطينية في غزة وحتى في الضفة الغربية ورغم أن أغلبية المستشفيات الفلسطينية دمرت في غزة إلا أنه الغرف التي لم تدمر تنظر إليها وقارنها بغرف المستشفيات في الجزائر تحسب تالجزائر هي اللي رأي تحت القصف الإسرائيلي والحصار حصار صهاينة العرب واليهود عموما في القضية دائما إذن ربما أكثر الأشياء اللي راهي في هذه اليومين هو قضيتين رئيسيتين القضية الأولى هذا هو رد الكائن الإسرائيلي على رد المقاومة وقد حدثت خصومات وصراعات بيناتهم أنه ربما نستمع إلى جزء منه لكن إجمالا لحد الآن الرد في نتنياهو رفض أغلبية الشروط التي وضعتها المقاومة وقال على الشرطين أو ثلاثة أنها قابلة للنقاش بمعنى أنهم يقبلونها بشكل آخر بعبارة أخرى ربما مع بعض التعديلات البسيطة لكن على قضية وقف إطلاق النار رفض على قضية مغادرة غزة نهائيا رفض على قضية إطلاق صراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين رفض وفي بعض القضايا مثل خلوج جنود من المدن إلى آخر قالك هذه قابلة للنقاش لكن هذا ليس سهل لأن نتنياهو ومن معه وهم يرفضون هذا الأمر بالحقيقة لديهم الآن جملة من المشاكل المتصاعدة خاصة مع الحليف الأمريكي أو الراعي الأمريكي بعبارة أدق والداعم والصانع الأمريكي لأن إسرائيل بدون أمريكا ما فيش إسرائيل تنتهي وأمريكا تعتبر إسرائيل هي أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم وهي في قلب العالم الإسلامي وبالتالي هي مصلحة استراتيجية مصلحة أمن قومي للولايات المتحدة الولايات المتحدة عندها على الأقل أربع مصالح أمن قومي في المنطقة الحفاظ على الكيال الإسرائيلي قائماً ومتفوقاً على كل الدول المجاورة خاصة عسكرية اثنين الحفاظ على الممرات البحرية في المنطقة بحر المتوسط بحر الأحمر بحر العرب بحر الهورمز أو اللي بين الخارج الفارسي والقنوات اللي تمرها على هذه الأماكن هذه بالنسبة لها ممرات حيوية يجب أن تبقى سيطرة عليها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر المصلحة مصلحة الاستراتيجية الولايات المتحدة الثالثة الحفاظ على وصول الطاقة البترول خاصة ولكن أيضاً الغاز بأسعار رخيصة إلى الأسواق الغربية والمصلحة الرابعة الحفاظ على أنظمة ديكتاتورية إجرامية تحكم المنطق خاصة الدول العربية يجب أن تحكمها كلها أنظمة ديكتاتورية صحيح البعض منهم يبدو مستنيراً قليلاً أو عند وظائف أخرى لكن كلها أنظمة ديكتاتورية وهذه بهذه الأنظمة تبقى المنطقة كسيحة وأسيرة وفاشلة حتى وإن رأيت العمارات التي تصل إلى عنان السماء كما يسمون حتى وإن رأيت مدنية مزورة في دبي أو في أبوظبي أو في الدوحة أو في جدة أو في الرياض أو إذا رأيت تلك المباني الضخمة والماكدونالدز نعم ممكن أن يعطلهم هذا الشكل ما كاش إشكال لكن في العمق في القضايا الرئيسية في قضايا النهضة في قضايا حرية الشعوب نهضة البلدان تحر الأوطان صناعة الغداء والسلاح والدواء هذا يبقى في حدود ضيقة جدا يسمح به وأحيانا لا يسمح به إذن إجمالا الكابين الإسرائيلي لم يقبل بالشروط المقاومة وما زال نقاش ندقل الآن نقاش إلى القاهرة لكن خلينا نشوف قبل ذلك الموقف الأمريكي لأن أهم شيء فيما حدث ويحدث هذه الأيام هو التغيرات التي تمس الموقف الأمريكي شوفوا بعضها أنهى مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا امتد حتى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الماضية ووصفت المعلومات التي تسربت من الاجتماع بأنه أو وصفته بأنه كان قاسيا وصعبا شهد توترا محتدما بين أركانه حيث بحث صفقة جديدة يتم التفاوض بشأنها مع الوسطاء وفق ما نقلته القناة الثانية عشرة في التنفذات الإسرائيلية وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع شهد حالة من الغضب بين الوزراء بعدما غادره وزير الدفاع يؤف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي في منتصفه وأشارت الإذاعة إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا آخر الأسبوع القادم وأعقب هذا الاجتماع اجتماع للطاقم الوزاري المصغر الذي يضم وزراء يمثلون كافة أحزاب الاثلاث وكان نتانياه دعا إلى الاجتماعي على خلفية العرض الذي قدمت حركة حماس لإبران صفقة لتبادل الأسر معنا إذن خصومات بيناتهم في نقاش ملف ملف الصفقة دفعت في النهاية إلى مغادرة من كبار المشرفين على الحرب وزير الدفاع وقايد الأركان دفعتهم إلى مغادرة الاجتماع والحقيقة أن خصوماتهم كبيرة جدا الشيء الآخر الذي لم يذكر في هذا الخبر هو غضب الوزير غانس وزميله أينس كورت وغانس وأينس كورت وغالانت إضافة إلى نتانياه وإلى وزير آخر هذا هو من يشكله مجلس الحرب خصومات كبيرة جدا بيناتهم وخاصة أناتنياه هو يحاول أن يلعب وأن يضرب اليمين المتطرف اللي هو بن قفير واسموتريتش يضرب بهم غانس وغالانت وحتى بايدن خرج الكاريكاتير في جريد هارتس الإسرائيلية قبل يومين معبر جدا حيث يقوم في الصورة أن بايدن يقدم طائرة لنتانياه ونتانياه يمسك الطائرة ولكن كلبه اللي كان على صورة بن خفير يتبول أعزكم الله على بايدن بمعنى أن الصحيفة قالت بعبارة بسيطة أن الولايات المتحدة اللي تقدمنا كل المساعدات من أجل أن نذهب في هذه الحرب يخرج لها نتانياه كلب له يهاجم وبالفعل كان يومها بن خفير قتهاجم بايدن عموا أهم ما خرج في الموضوع بعد هذه القضية هو أن الولايات المتحدة قالت أن الرد المقاومة كانت فيه نقاط إيجابية جداً وبعض النقاط تحتاج إلى نقاش وهذه الخط أو خطين تحت كلمة إيجابية جداً مرات كانوا يقولوا إيجابية ومرات قالوا إيجابية جداً وهذه قالها كيربي وقالها بلينكين وقالتها متحدثة باسم وزارة الخارجية إلى آخره وخرج أكثر من ذلك خرج بايدن ليقول هذا الكلام كما يمين يسايمون تخيوك؟ أنني أحتواليه في مكان آخر إذن خرجي يقول هذا الكلام لا قبل ما نصل المكسيكو دعونا نبحث عليه في مكان آخر في كتير من البيديوات ترجمة نانسي قنقر هنا نقطة المكسيكي لعل البعض منكم تبح بايدن خرج وقال أن خرج قلش أمرين في خروج مفاجئ أمس مساء مكانش عنده مكانش مقرر أنه يخرج يتحدث خرج باش يقول إن إسرائيل تجاوزت كل حدود يليت المساعد يبعث للمقطع هذا أن إسرائيل تجاوزت الحد في غزة هذا كلام لم يقوله من قبل أبداً لا هو ولا أي مسؤول أمريكي أخر نقطة ثانية اللي قالها قال وهنا اللي مرت معنا قال بأنه تكلم إلى الرئيس المكسيكي هو يقصد المصري يقصد السيسي وأنه هو الذي أقنعه بفتح معبر رفح لأن السيسي كان يرفض أن يفتح معبر رفح عندما بدأت الحرب والحقيقة هنا هذا تصريخ خطير للغاية لماذا؟ لنحن نعرف هذه الأخبار أن السيسي منع وما زال يمنع منع دخول في البداية منع دخول الخمسين يوم يقول الأولى منع دخول أي شيء ثم أصبح دخول فيه لكن محدود وناقص هو ما يقول لك أن الإسرائيل هي اللي تفضع لنا ذلك ودخول الشاحنات احنا عرفنا بالشاحنات الناس يدفع خمسة ألاف دولار باش تدخل شاحنة تدفع المنظمة أو الدولة اللي أرسلت الشاحنة لمن لمخابرات السيسي ثم تبين لنا أيضا معلومات تكشفت بشكل واسع على أن مخابرات السيسي تأخذ أموال من الذين يريدون أن يغادروا غزة فإذا كانوا مصريين يأخذوا بيئة منهم ما بين ألف إلى ثلثة لف دولار وإذا كانوا فلسطينيين يأخذوا بيئة منهم من سبعة لف إلى عشرة لف دولار حتى ولو كنت تنزيف دما أنت أو ابنك أو زوجتك أو بنتك أو أباك ما بين سبعة لف إلى عشرة لف دولار تدفعها تخرج ما تدفعاش ما تخرج وهذا كله نهب سحط سرقة رشاوي وعندما اجتمعت المحكمة العدل الدولية كان صرح أحد المحامين للكاين صهيونيو قال أن معبر رفح اللي يتحكم فيه أساسا هو المصريين ونحن لم نكن نمنع المصريين من أن يدخل الأشياء إلى غزة يومها في مصر وزير خارجية ردوا عليه وقالوا لا وهذا الكلام صحيح وإسرائيل هي التي تمنع إلى آخره لكن اليوم أو أمس خرج بايدن شخصيا والحقيقة أن هذه الرؤسات دول هذه الكبرى فيما يصرحون به في العالم قليل جدا أن يكذبوا لماذا؟ لأن الناس تحكمهم من تصريحاتهم ويقدروا حتى يرفع عليهم قضايا لإعلام يكتب إلى آخره قليل جدا لرؤسات دول هذه الكبرى هم كذبين في الأصل لكن يكذبوا في الغرف المغلقة يكذبوا في اللقاءات الخاصة يكذبوا في يصرحوا تصريحات ملتوية لكن أن يخرج مباشرة ويقول أنا اللي أقنعت الرئيس السيسي باش يفتح معبر رفح هذه لا شكة ولا كذبة فيها والحقيقة أن رد الرئاسة المصرية اللي مجاش على لسان السيسي المفروض يخرج الرئيس هنا رأى رئيس هو اللي يكذب عليك إلا تقول بللي يكذب وهذا الرئيس رأى هو تا دولة عظمى مش مثلك أنت دولة أصبحت تافيها تماما وخاضعة تماما وضعيفة تماما كالمفروض مثلا السيسي يخرج يرد لا قال لك بيان من الرئاسة المصرية وكلام ضعيف في الرد وقالوا لا وإحنا من اليوم الأول فاتح معبر رفح يكذبون وكانوا كثير من المتابعين للملف الفلسطيني سواء مصريين أو غير مصريين يقولوا أن أرى الفلسطينيين وفلسطينيين أنفسهم نلقى قلق شديد جدا من المخابرات المصرية ومن المشرفين على معبر رفح إذن هذه فضيحة أخرى تضاف لفضايح الأنظمة الإجرامية الحاكمة والحقيقة أن مصر تراكمت فيها الفضايح إلى حد غير مسبوء لكن بايدن وهو يذكر في موضوع طبعا هو أخطأ قل مكسيك وبايدن لحد الآن فقط في هذه اليومين ارتكب ثلاث فلتات واحدة من الفلتات هو يتحدث يقول لك أنه تحدث مع قبل سنتين لما كان هناك لقاء لاجتماع للغربيين للرؤسات الدول الغربية تحدث مع الرئيس الفرنسي تخيلوا أي رئيس فرنسي تحدث معه قال تحدثت مع ميتيران مع فرانسوا ميتيران طبعا اللي سمعوا اللي يعرفوا شوي الموضوع ضجوا لأن فرانسوا ميتيران توفى قبل 28 عام فرانسوا ميتيران توفى في 96 المجرم فرانسوا ميتيران خاصة بالنسبة لنا نحن الجزائريين لماذا المجرم باش نذكر بعض ما لبعض ما سمعونيش قلتها من قبل اللي تابعوني يعرفوها لأن فرانسوا ميتيران كان هو وزير داخلية عندما وزير داخلية الاستعمار الفرنسي فرنسا عندما اندلع الثورة الجزائرية في 54 والاعدامات الاولى واول شهيد اعدم كان زابانة رحمه الله وتقبله في الشهداء وطبعا جاد فيما بعد عداد معتبرة من المجاهدين الذين اعدموا كان ميتيران هو اللي وقع على الاعدام وميتيران قال يومها صرح بعد ايام من اندلع الثورة بداية نوفمبر 54 قال لالجريسي لا فرنس الجزائرية فرنسا ماذا تريدون هذا عبارة عن أورلالوا وإرهابيين إلى آخره وسمر الأمر كذلك طول الفترة اللي كانت فيها الحكومة آنذاك إذن بايدن أخطأ ما بين ماكرون وهولون طبعا بالنسبة للأمريكيين هذا قلق لأن هذا هو رايح يترشح لرئاسة ورئاسة بقي لها ثمن شهور تسع شهور الانتخابات في بداية نوفمبر ثلاثاء الأولى من نوفمبر وهو عمره الآن تقريبا 82 سنة ولكنه في كثير من المرات ارتكب أخطأ مرات يسلم مثلا يمد يده وإنه ما كاش واحد ما فيش ولا واحد موجود يخطأ في الأسماء يخطأ في التواريخ يخطأ في أشياء كثيرة جدا فهذه تخدم ترامب خدمة كبيرة جدا ترامب لكل ما يصدر من بايدن مثل هذا يخرج يستهزئ به لكي نعود للقضية إذن رد حماس وكنت نعلقت عليه قبل يومين وكثيرين من المتابعين أو المحللين أو المراقبين الأوضاع قالوا أنه كان فيه كثير من الذكاء والحكمة بحيث أنهم لم يرفضوا باش ما يعطوش فرصة لنيتنياهو باش يقول نستمر في الحرب لأن الآخر الطرف الآخر لا يريد سلما ولكنهم في نفس الوقت وضعوا شروط أساسية إذا قبلت أو قبل جزء منها يكون حق انتصار سياسي بكل ما تعني الكلمة وحتى إذا لم تقبل إسرائيليا فعندما يصرح الأمريكي وإذا صرح الأمريكي فتأكدوا أن الأوروبيين يتبعوا الأمريكي ويقول أنه فيها نقاط إيجابية جدا فهذا في الحقيقة يعمق الخلافات داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي المدعوم الغربيا وهذا التحالف في الحقيقة يبدأ فيه ضربات ديفيسير كما يقال مثلا قبل عشرة أيام الولايات المتحدة أصدرت عقوبات على مستوطنين أربعة قبل قليل قبل حوالي ساعة ونصف جاء في الإعلام الإسرائيلي من أن الولايات المتحدة تفكر في إصدار عقوبات على جنود إسرائيليين آه هذه المرة جنود معناها تمس وزارة الدفاع معناها تمس هيئة رسمية تمس الجيش اللي هو عندهم مقار مقدسة أيضا وين؟ قال موش في غزة في الضفة الغربية لأنهم يعتبرون أن الجيش في الضفة الغربية قاعد يدير في مشاكل إذا كان لكم تحاربوا في الحماس في غزة وارتكبتوا كل هذه الجرائم فلماذا تقومون بجرائم أيضا في الضفة الغربية اللي راح عباسوا الميليشيات تنتاعوا ورهي تقريبا حكمتها أمنية لحد الآن قتل حوالي 360 فلسطيني في الضفة الغربية جريح أكثر من 3500 واعتقل أكثر من 5000 من الضفة الغربية ليس من غزة والأمريكيين يعرفوا أنه إذا انفجرت الضفة الغربية اللي رأى الحد الآن عباس وميليشيات وضعينها تحت أقدامهم فإنها ستكون كارثة على إسرائيل لأن الضفة الغربية العدد أكثر من الضفة الغربية من الضفة الغربية المستوطنين متواجدين داخل الضفة الغربية عددهم أكثر من 650 ألف بمعنى أنها ستحدث حرب مدمرة وبعدين في سبعين الفلسطيني مسلح وهم الآن تحت حكم الميليشيات لكن قد ينقل بالوضع ويصبح هذا السلاح في أيدي الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم وهذا ما يزعج لوليات المتحدة والغرب فيما يحدث من جرائف الضفة الغربية بالرغم من أنها لا تساوي إلا يعني نكنجل القتل لا تساوي تقريباً واحد في المئة من الذين قتلوا في غزة لكن الاعتبارات سياسية واستراتيجية يعتبرون انفجار الضفة الغربية كارثة على الكيان الإسرائيلي لرغم يعتقدهما أن نتنياهو لم يعد يهتم بالكيان الإسرائيلي بقدر ما يهتم بمستقبله لأن نتنياهو يعلم جيداً أن في اللحظة اللي توقف فيها الحرب تسقط فيها الحكومة يبدأ التحقيق معه في الفساد وأيضاً في الأخطاء أخطاء التي أوصلتهم إلى 7 أكتوبر ثم أخطاء الحرب وإذا كانت الأخطاء هذه قد لا يسجن عليها إنما يوبخ ويدان فإن أخطاء الفساد أو جرائم الفساد أكيد سيسجن ولذلك هو هدفه أن يطيل هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة إذن في تغيير الموقف الأمريكي الآن في نقطتين رئيسيتين نقطة تتعلق بأنهم هم يرون في رد حماس كأن نقاط إيجابية ممكن البناء عليها ونقطة ثانية وهي رفح الكيل الإسرائيلي يهدد نتنياهو بأنه سيشتاح رفح ورفح فيها مليون وثلتمائة ألف شخص الآن أكثر من نصف فلسطينيين رفح لمدينة صغيرة كان عدد سكانها قبل الحرب مئتين ألف الآن ره مليون وثلتمائة بمعنى أنه تضاعف ست مرات أكثر من ست مرات ولماذا تضاعف هذا العدد على الفلسطينيين لأن الإجرام الإسرائيلي ضغط على الفلسطينيين أن ينزلوا من شمال غزة ومن وسط غزة إلى جنوبه ورفح تقع في الجنوب على بعد ثلاث كيلومترات والله من الحدود مع مصر وهي الآن أقل من سبعين كيلومتر موجود فيها أكثر من مليون وثلتمائة ألف ساكن أو مش ساكن حتى مشرد لأن الأغلبية بدون سكنات يبيتون في العراء نساء أطفال شيوخ شيء معلم جدا جدا مع ذلك الهمجية الصهيونية تريد أن تهاجم رفح خرجت أصوات غربية بما في مبوريل منسق سياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي يقول أن هذا سيكون كارثة خرج الأمين العام الأمم المتحدة يقول بأن هذا سيكون كارثة خرج الوزير النرويجي الخارجية قال أنه يرفض ذلك وأن هذا سيكون كارثة والأمريكين ألمحوا أيضا بايدن قال بأنه لن يدعم أمريكا قالت أنها لن تدعم عملية في رفح لأول مرة الولايات المتحدة تقول أنها لن تدعم عملية لإسرائيل داخل غزة منذ أن بدأت هذه الحرب الهمجية هذه نقطة خلاف ثانية ما بين الأمريكيين والإسرائيل على كل ما فيها من مأساوية وأنهار من الدماء التي رهي تسيل في غزة وألاف أكثر من 27 ألف 28 ألف اليوم وصل 28 ألف قتيل شهداء بإذن الله وأكثر من 67 ألف جريح أو 68 ألف جريح وما بين 7 ألف إلى 10 ألف تحت الأنقاض ومئات الآلاف المجوعين ومئات الآلاف الذين أصيبوا بصدمات نفسية ومرض نفسية 30 ألف تحت الأنقاض داخل نولكم حتى الصورة كم أثرت فيها يعني تألمت لها بشدة أخيل أستاطي هذه الأم لإبنها أثرت فيها شوف وضعت له قليل من التمر في قطعة من القماش ودرت له في فمه بلد كشمي يأخذ منها من قطعة التمر هذه طبعا هذا قفل صغير ما يقدرش يأكل التمر طبعا فقط كشمي يتذوق منه وهي بالرغم أنها ترضع طبيعيا كما قالت قالت لأن الحليبها مية لأنه فيش تغذية لا تجد أكل ولا تجد أن تأتي بحليب لهذا الطفل صورة مؤلمة طبعا بقدر إيلام هذه الصورة هناك صور أشد فضاعة وأشد بؤس وأشد إيلام بشكل غير مسبوك قبل قبل يومين منش عارف إلا كنت أوريتكم هذا المقطع أم لا كان هذا الرجل كان هذا الرجل الفلسطيني سمعوه شي يقول ثم الرابع نجي بعجوبة ونشل بعدين أنا نضرب الصاروخ 5-16 والحمد لله نجيت بعجوبة وفي الحرب هذا ثم ربيتي اللي في غزة ثم ربيتي اللي في المصيرات الطوابق الأربعة وأوصاح منهم سبعة وبعدها الحمد لله انضرب قمس صاروخ علي ولكن ما انفجرش تم اتباهة هيك ولن أصب بأذا لأن الحياة والمن في يد الله ونمسلم أمر كل تسليم لأن من كان يعتمد على ماله قل ومن كان يعتمد على عقله ضل ومن كان يعتمد على جهنزل ومن كان يعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا زل صبر ستوري صبر ستوري زوج أولاده ماتوا قتلوا والثالث انشل والرابع انشل وهو هدمت البيتين عنده بيتين هدموا وأطلق عليه الساروخ لكنه نجل لأنه لم ينفجر الساروخ ومع ذلك صمود أسطوري صراحة عندما ترى هذا الناس وثباتهم كل مشاكل كل هموم كل انزعاجات كل غضب كل يصبح وكأنه قطرة في بحر الصمود لهؤلاء في بحر الثبات جبال من الثبات ولذلك غزة وهي تدفع ثمن ثمن باهظ أنهار من الدماء والدمار على يد الصهيونية المتوحشة فإنها تفضح هذه الصهيونية كما لم يسبق لها مثيل تفضح فضاعتها وبشاعتها ودمويتها وتوحشها وبربريتها وعنصريتها واستخفافها بالبشر وتفتح عيون الكثيرين كثيرين فتحت عيونهم في الغرب ناس عاديين مثقفين عمال فنانين مؤثرين لاعبين سياسيين فتحت عيونهم وانقلبوا وأصبحوا ضد الصهيونية بما فيهم يهود كانوا صعاينا انقلبوا ضد الصهيونية على ما سويت اللحظة وعلى دمويتها إلا وكان الله اختار أهل غزة وغزة لكي تفضح الصهيونية في أبشأ صورها ولكي يبدأ تفكك الصهيونية وتفكيكها كثيرين يدعون الآن إلى تفكيك الصهيونية قالك ما فيش حل مع هؤلاء إلا أن يفككوا تفكك الصهيونية ويعود الصهاين هؤلاء إلى الدول التي جاءوا منها هم أو أباءهم صراحة بهذه الألم بالرغمنا شخصيا معنويتي عالية جدا لأن من الذين يعتقدون أن هذه هذه هي الطريق وأن نحن شعبنا الجزائري قبل ستين سنة سبعين سنة تقريبا الآن دفع ثمن وربما أغلى فقد قتل أقل شيء مليون وعلى أرجح مليون ونصف من الجزائريين شهداء بإذن الله ووضع ثلاثة ملايين في المعتقلات ودمرت آلاف القرى والدشر واختصبت النساء وقتل الأطفال وحرقة الجبال وفق السياسة الأرض المحروقة نحن نعرف أن هذا بالطريق والمعنويات عالية ولكن عندما نرى هذا كله نتأثر ولذلك اسمحوا لي لن أكمل هذا اللايب إن شاء الله قد يكون اللايب شوية أوسع وأطول حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته